ألقى تلقوات المشتركة القبضة على أحد قيادات الميليشيات الحوتية في الحديدة وذكر الإعلام العسكري أن القياد أبو جلال الريامي وقع في الأسر بعد محاولة تسلل الفاشلة في محاكمة طار الحديدة مضيفا أن العشرات من الميليشيات لقوا مصرعهم وكانت مصادر عسكرية أكدت أن قوات المقاومة المشتركة أحفرت محاولة تسلل للميليشيات الحوتية الإرغابية شرق مديرية حيس سقط خلالها العشرات من عناصرها بين صريع وجريح فيما تم أسر آخرين وأشارت المصادر إلى أن العملية أدت أيضا إلى تدمير عربات عسكرية أثناء محاولة التسلل الفاشلة كما تمكن اللواء الأول تهامي بمساندة القوات المشتركة من تمشيط جيوب الميليشي الحوتية في منطقة المجيلس وصولا إلى الخط الإزفلتي وسقوط قتلى وجرح وأسرى من الميليشيات بعد إحباط محاولة تسلل في المنطقة